من مدينة مكة المكرمة الى صحرائها ههم حجاج دول شرق اسيا يزورون الصحراء للمرة الاولى في حياتهم اتوا ليؤدوا واجب الحج وادى لهم السعوديين واجب الضيافة حيث قامت مؤسسة حجاج جنوب شرق اسيا بدعوتهم لزيارة الصحراء في المنطقة القريبة من جدة في مخيمات تحاكي ماضي الاجداد معها العديد من الانشطة الترفيهية الصحراوية لتكون بذلك رحلتهم الى المملكة عبادة لاداء فرضة الحج وسياحة لرؤية جمال هذه الدولة الشامخة احنا هذه السنة الثانية لهذه الفعالية احنا في كل عام كنا نقيم حفل احتفاء ببعثات الحج مكاتب شؤون الحجاج في الصالات المغلقة ولكن من العام الماضي قررنا ان نخرج خارج اطار الصالات المغلقة وفكرنا في مكان محبب الى القادمين من جنوب شرق اسيا فوجدنا انهم تواقين لمشاهدة الصحراء صحراء المملكة العربية السعودية ففكرنا في قامتها هذا الحفل وهذا الاحتفاء في الصحراء هنا في بحرة وحقيقة زي ما انتم شايفين كيف الناس مستمتعين استمتاع كبير لانهم يفتقدوا لهذه البيئة في بلدانهم كمان احنا نبغى نوصل حاجة لجنوب شرق اسيا للعالم اجمع الى السياحة في المملكة والاماكن الجميلة اللي ممكن استغلها القادم الزائر والحاج والمعتمر في هذه البلاد الطاهرة والله اكيد انه كاميرتكم التقطت ردات الفعل الكبيرة والجميلة انطلقوا الى الجمال والى سيارات المخصصة لدخول الصحراء والرمال والدبابات سعيدين جدا ومعتبرينها سابقة تاريخية ما مرت عليهم في حياتهم ويعني ما كانوا يتوقعوا انهم هما في رحلتهم في الحج انهم هما يكونوا في هذا المكان في الصحراء التجربة يمكن السنة الثانية لهم لكن هما شايفين انه فيه ادخالات جديدة ادخلناها فجدا متفاعلين للجماعة وزي ما انت شايف باين على وجوههم الفرح والانبساط مشاعر مختلفة ما بين سعادة وتذكر للماضي هكذا كانت احوال الحجاج الذين يشعرون بعظمة هذا المكان كيف لا ومن هذه الصحار انطلقت شرارة الاسلام الاولى ومنها انتشر الى كافة اسقاع العالم مسرور جدا بهدوري الى هذا المكان يشرفني مكتب متوفر لجنوب شركة اسيا يشرفني الى هنا وطمان اوان مره هنا انا جدو المملكة مراد حجاجة مراد لكن اوان مره هنا جدو الى صحراء زيدة ومبسود جدا انا جدو الى هنا وممتحن الى هنا وممتحن الى صحراء زيدة انا جدو الى صحراء زيدة لأنني لمعرفة زيدة يمكنك الى صحراء زيدة الحمد لله وممتحن الى صحراء الله سبحانه وتعالى من قلب الصحراء بين جدة ومكة المكرمة هي بعثات حجاج دول جنوب شرق اسيا تزور الصحراء وترى كيف كانت صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يعيشون في هذه الصحاري القاحلة التي لم تزدهم الا قوة وعزة وجلدا في سبيل نصرة دين الله تعالى وكيف كانت قوافل الحجيج في الماضي تتنقل من مدينة الى اخرى بدون اي تقنيات حديثة وبدون اي وسائل راحة فسبحان من سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين لقناة اقرأ ماجد بلليث